آخر الأيام التشاورية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشتركة التي نظمت على مدى ستة أيام من طرف المجلس الجهوي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية ومنظمة الأمم المتحدة للطفلة اليونسافة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين إحداهما لمواصلة نقاش في الورشة المتعلقة بصيانة حقوق الأطفال وحمايتهم والأخرى ستتولى مهمة صياغة المحضر النهائي الذي سيتضمن خلاصات النقاشات والمقترحات التي تم التوصل إليها الأيام تمت باتفاق والتشاور جميع الأطراف وخاصة المنظمات المانحة فيما يخص إينساف وكلها يصب في برنامج الحكومة التي قرر رئيس الجمهورية في خطابه منذ الانتخابات 2019 طموحات تصل إلى نطة معينة والحمد لله كانت جيدة وهناك أيضا أطراف أخرى منظمات غير الحكومية الموجودة في البلد في الولاية شاركوا معنا بفعالة وكل واحد من هذه المشاركين عبر عن رأيه وناقشنا جميع المجال بما يخص الإيجابيات والسلبيات في التنمية المحلية للولاية ستة أيام قضتها السلطات الإدارية والمنتخابون وجميع الفاعلين وممثل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني في نقاش جميع المواضيع المرتبطة بحياة المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمشاركة واسعة للمرأة والشباب من أجل التوصل لمعطيات ستسهم في تنمية قدماغا والنهوض بها بها بياري ولليدالي لقناة الموريتانية مدينة سليبابي